طب بصوا بقى يا ابطالي العالم كده احنا النهاردة عندنا سؤال في المطلق ليه علاقة بالعلاقات اي حد بقى متجوز خاطب مصاحب بيحب اتنين مرتبطين ببعض السؤال ده لكو كلكو مني انا وهدير ابو زيد هل انتوا من الناس اللي تدوا مساحة من الخصوصية ومن الحرية والبراح للطرف التاني في العلاقة ولا باصد او غير اصد بمبرر الحب بتجبسه على مراوح اللي قدامك والحد ما يفايز منكو مساحة وحرية وبراح او اعتقد دي رسائل معينة تمصل للناس معينين لكل انا ابتكلمة على الرجالة والستان لاتنين ازاي ممكن تسيب مساحة للمني ادم اللي معاك في العلاقة اين كان بقى على الفكرة ممكن تكونوا عايشين في بيت واحد اخوات او زمال في الشغل واصدقاء في الشغل المساحات الشخصية ازاي مهمة بالنسبة لك والاهم ازاي بتفهم اللي قدامك ان انت محتاج مساحتك الشخصية دي من غير ما تقعد تحور بقى وتعمل نفسك مشغول عشان بس تاخد المساحة الشخصية دي ازاي ممكن توصل للي قدامك بطريقة لا تجيب له احباط ولا تحسس ان انت مش مهتم بيه بان انت محتاج سبيس بداعتك اللي فيها اكيد انت توقع تفكر بقى في حاجات اللي انت عايز تفكر فيها والله حتى لو مش تعمل اي حاجة توقع تتأمل في نفسك وفي حياتك لك انت محتاج مساحتك الشخصية من غير ما تجيب له احباط ازاي ممكن تعمل ده وتوصل له ده او جيب له احباط لو الاحباط هيخليه يديك مساحتك للشخصية جيب له احباط ياعم كل العلاقات هيطلع من هوا ببعض العلاقات تب اقولك المشكلة في ايه ان في ناس كتير جدا بتبقى فاكرة ان هي بس اللي محتاجة المساحة الشخصية والسبيس دي ومش في دماغه بقى بقية البشر ان هم زيه محتاجين نفس المساحة دي يعني هو يكبس على نفس اللي قدامه بس لو اللي قدامه رايح بس كدفو عليه ياعمي بعبادة انت دخناقتنا فالناس دي بتبقى محتاجة حد يفهمها باي طريقة ما ان كلنا محتاجين وكلنا محتاجين البراح ده والمراوح بتعطل يعني ما تكبس عليها جمع او بالزبط كده فمش هيبقى كويس عشان خاطر اي حد ازاي انت بتدي مساحة لللي قدامك واحيان كتير ناس تبقى فكر نفسها سايبة مساحة لللي قدامها ولكن ما بيبقاش حقيقي عشان كده بقول لكم مهم قوي ان احنا بنعطش نحور ونعمل نفسينا مشغولين اا او في اي حاجة شغلانا او عندنا حاجة بس عشان نهرب وناخد مساحة شخصية واجه يا باشا وخليك يعني ايه ماشي على الخط المستقيم كده وقول له اقول لها انا محتاج مساحة شخصية لكن بطقيقة ما تجيبش احباط وكمان انت لو طول الوقت او انت طول الوقت بتعوضي عن مساحتك الشخصية دي تعوضي انا اسمتها كده يعني اوه كملي اه بتعملي بقى واحدة كده اي حاجة بتقضي وقت معا لطيف اعتقد ان كل واحدة هيبقى مظبوط ويبقى الكلام في السليم بصوا يا جماعة دكتورة هديرة ابو زيد معها الرشدة دي هنكمل بقى فيها الساعة التانية هتقول لنا نعمل ايه عشان ما نجبس عمراوح بعض بس اجاوبوا على السؤال ده بصراحة انتم من الناس اه انتم من الناس اللي بتجبسوا على الطرف التاني في العلاقة فعلا ولا بتدولهم البراخة وانت لو بتجبس هتبقى عارف في ناس بتقامت صالحة مع نفسها وعندها شجاعة ده بها كافية انها تعترف على الهواء دلوقتي اعتقد ممكن يبقوا ثلاثة اربعة بصراحة هيبقى تقول لاني واني